خلال مؤتمر للطاقة في إمارة دبي أكد رئيس وزراء كردستان العراق مسرور برزاني أن الإقليم لديه القدرة على تعويض نقص الطاقة على الأقل في أوروبا وبحسب كلمة الله أشار برزاني إلى أن الإقليم سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة سيساهم في تلبية الطلب العالمي مبينا أنه سيتمكن من التصدير إلى تركيا في المستقبل القريب في ذات السياق أعلنت الخارجية الفرنسية ضرورة حصول تعبئة دولية قوية لزيادة الضغط على روسيا من أجل وقف هجومها في أوكرانيا مشيرة إلى أهمية مواصلة العمل بهدف تنويع امدادات الطاقة الأوروبية يتزامن كل ذلك في وقت أكد فيه مسؤولون عراقيون وأتراك على حد سواء أن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأمريكية فيها كان يمثل رسالة متعددة لحلفاء واشنطن دافعه الأساسي الخطر الوليد لضخ الغاز الكردي في تركيا من تركيا إلى تركيا وأوروبا وبمساعدة فاعلة مع إسرائيل من بغداد أرحب بالدكتور إحسان الشمري رئيس ومركز التفكير السياسي أهلا بك دكتور الشمري لطالما كان ملف الطاقة سببا في توتر العلاقات بين بغداد وأربيل اليوم رئيس حكومة كردستان العراق يؤكد رفض قرار المحكمة العليا ما قراءتكم لتطور هذا الخلاف؟ يعني مثلما أشرت أربيل دائما ما تقفض على الدستور والقوانين المرعية وحتى آليات الدولة ومؤسفاتها مثل هكذا تصريح أنا أعتقد هو خلاف للقرار الذي أنظرته المحكمة الاتحادية من جانب ومن جانب آخر يمثل عدم اعتراف حتى للآليات للدولة العراقية لكن فيما يبدو بأن مقليم كردستان يريد أن يعمل على تشفيك علاقاته خصوصا وهو يدرك بأن هناك حاجة إلى الغاز من قبل الاتحاد الأوروبي بالتحديد خصوصا في ظل محاولات التعويض الغاز الروسي لكن بالنهاية أنا أعتقد أن الدول سوف لن تتعاطى مع هذه الرغبة يعني التي أبداها مشرور برزاني بقدر أنها ستكون حذرة بالتعامل أو أنها سوف تمر تعاقداتها من خلال بغداد الاتحادية وهذه قوانين دولية يعني الرغبات أو حالات التمنية التي فضل من سيد محنور برزاني أنا أعتقد أنها لن تمر على أقل تقدير بالقوانين الدولية وحتى على مستوى القوانين العراقية نعم مصادر عراقية وتركية تحدثت أن القصف الذي استهدف أربيل قد عطل خطة لنقل الغاز من كردستان العراق إلى أوروبا عبر تركيا وبالتعاون من إسرائيل ما مدى الصحة ذلك؟ يعني هو الرسائل إلى أربيل بعدد الصواريخ سيد العزيز يعني جانب منها مما ذكرت يعني إلى حد ما أمضي مع ما ذكرته رويسر تنظر بقلق كبير جدا إلى هذا التنامي لقدرات كردستان وأيضا هي تعد محاولة تقدم كردستان فيما يرتبط بالذهاب نحو وجود دولة مستقلة أو تنكين الكرد في شمال العراق يهل أمنها القومي بالتحديد أضف إلى ذلك الموضوع يعني مثل ما شرت قد نقبل بفرضية التي دفعتها رويسر لكن بمقابة ذلك أيضا هي ترجمة للتهديدات الإيرانية تجاه أربيل بالتحديد التي تحاول أن توجد نموذج سياسي جديد يعني متمثل بالأغلبية السياسية وهذا أيضا يهدد النفوذ الإيراني في الداخل العراقي نعم الآن سيد الشمر يعني كل ما سبق وهذه الفرضية التي تشير إلى خلفية الهجوم الإيراني على أربيل كل ذلك كيف من الممكن أن يؤثر على بورسة الأسماء المتداولة لاختيار الرئيس العراقي وأيضا على شكل التحالفات بين الكتل يعني يعثر بشكل كبير خصوصا إذا ما نظرنا إلى طبيعة يعني تلقي الرسالة أربيل تلقت الرسالة والموقف الذي صدر من مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قالنا نخضع إلى تهديدات لكن أتصور بأن أربيل ستعمل على إعادة تموضعها أولا مع خلفاء إيران أو حتى الذهاب إلى إيران بالتحديد لغرض توضيح الأمور لذلك ستؤثر بشكل كبير على مستوى الأسماء أو حتى على مستوى التحالفات خصوصا وأن جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى الآن كل المؤشرات تدلل على أنها لن تم عقد خصوصا في ظل وجود الثلث المعطل لذلك أعتقد أن هذه الأحداث أثرت بشكل كبير على عدد إيجاد خارطة سياسية في العراق نعم شكرا جزيلا لك من بغداد كنت معنا الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي